سنبدأ معك جويس لم تكن الليلة هادئة فكيف هي ساعات الصباح الأولى هذه صحيح وصباح هذا اليوم أيضا يبدو أن العمليات بدأت فجرا مع العملية التي نفذها حزب الله أمال باتجاه قاعدة جعتون التي تبعد قرابة العشرة كيلومترات عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة هذه العملية بصواريخ الكاتيوشا قال بيان حزب الله أنها أتت ردا على استهداف معروب معروب التي تستهدف للمرة الثانية يوم أمس والتي أدى فيها هذا الاستهداف إلى سقوط أكثر من 11 جريحا حال اثنين منهم حرجة والتي استهدفت مبنى مؤلف من ثلاث طبقات أدى إلى هذا الغارة أدت إلى دمار كبير في هذا المبنى في معروب ولكن كانت هناك يوم أمس سلسلة اعتداءات إسرائيلية وتكثيف للغارات في الفترة المسائية صباح هذا اليوم أيضا أعلن حزب الله قبل قليل عن استهدافه موقع المطلة هنا المقابلة للقرى والبلدات في القطاع الشرقي كذلك الأمر قبل قليل أفدنا عن أن مسيرة أطلقت صاروخين باتجاه برج الملوك حتى هذه الساعة لم تتضح المعلومات حول الهدف الذي استهدفته هذه المسيرة ولكن الصليب الأحمر توجه إلى المنطقة لمعرفة ما يحصل والي معينة ما إذا كانت هناك إصابات جراء هذا الاستهداف إذن هذه التطورات تشي بأن هذا اليوم سيحمل مزيدا من التصعيد الإسرائيلي باتجاه القرى والبلدات الجنوبية على غرار الأسبوعين الماضيين طيلة الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع كانت هناك اعتداءات إسرائيلية مكثفة تصعيد شهدته جبهة الجنوب بشكل كبير اعتداءات طالت ليس فقط القرى الحدودية وإنما أيضا عمق الجنوب اللبناني يوم أمس كما ذكرت على بعد أربعين كيلومترا من الحدود تم هذا الاستهداف وطيلة يوم أمس كذلك كانت هناك العديد من الاعتداءات والغارات الإسرائيلية كفركيلة مثلا تستهدف بشكل يومي كذلك الأمر صباحا هذا اليوم قامت المدفعية الإسرائيلية أمال باستهداف أطراف بلدة كفرشوبة هذا البلد التي نزح سكانها منذ الأشهر الأولى للمواجهة خصوصا وأنها مواجهة ومقابلة للعديد من المراكز الإسرائيلية في مرتفعات كفرشوبة تعرضت كذلك اليوم للقصف المدفعي يكتم التركيز في الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الشرقي بشكل كبير وإنما أيضا تستهدف القرى في القطاع الغربي والقطاع الأوسط واليوم أيضا كانت هناك غارة إسرائيلية على الشحين في القطاع الغربي وبالتالي نحن أمام ساعات ستحمل على ما يبدو المزيد من التصعيد على جبهة جنوب لبنان أمال شكرا لك جويس من قبل